مضحكة نحن يضحكون عليكم يضحكون عليكم بخطبهم يضحكون عليكم بضحكهم ويضحكون عليكم ببكائهم رجاء أعرض لنا الفيديو والذي شاهده الكثيرون لما أدخل السيد السيستاني إلى المستشفى للعارض الذي حدث له في الفترة الأخيرة وخرج علينا أحمد الصافي يقدم تقريرا عن الحالة الصحية للسيد السيستاني وأجهش بالبكاء من حقه أن يبكي لكن لماذا يبكي أمام الناس إذا كان صادقا في بكائه فلماذا يبكي في محفل من الأطباء وأمام الكاميرات ربما أخذته العبرة وسيطر عليه الاستعبار فبكى ولا إشكال في ذلك لكنني أقول لكم وأنتم أحرار سنعرض الفيديو الفيديو في الثانية الرابعة والخمسين ستلاحظون ومضة ومضة أو قفزة في الصورة ربما أنتم لا تعرفون ما معنى ذلك نحن الذين نشتغل في الجو الإعلامي نعرف هذه القضية في الثانية الرابعة والخمسين في وسط بكائه ستجدون قفزة ومضة هذا يعني أن الشريط أن التصوير قد قطع هناك قط الآن إذا عرضنا الفيديو فالتفتوا إلى هذا في الثانية الرابعة والخمسين منذ بداية الشريط في وسط البكاء هناك ومضة قفزة في الصورة يعني أن الشريط قد قطع هل كان بكاؤه طويلا إلى الحد الذي لا يصدق فقطعوه هل قام بشيء آخر لا أدري هو بكى لكن الغريب في بكائه كأنه بكى بعد أن داس زرا للبكاء هناك باور الذي يريد أن يبكي لا بد أن يعيش حالة من الاستعبار خصوصا إذا كان البكاء بكاء قويا شديدا كالذي ظهر من أحمد الصافي في الفيديو الموضوع لا يستحق البكاء نحن نرى المراجعة وكبار المعممين في مجالس الحسين لا يبكون يضعون أيديهم على أعينهم والبعض منهم يغطي وجهه بعباءته يتباكى باعتبار أن التباكي مستحب هم لا يبكون على الحسين ليس مهما هذا لا بد من استعبار الاستعبار يحتاج إلى فترة زمنية حتى لو كانت قصيرة والاستعبار سينعكس على وجه الشخص وعلى عينيه يحدث تغيير في وجهه وفي عينيه وبعد ذلك يبدأ الإنسان بالبكاء وحينما ينقطع عن البكاء أيضا يحتاج إلى وقت حتى لو كان قصيرا لكن أن يبكي يعني واحد يدوسوا لدقمة يبكي وبعدين يدوسوا لدقمة يوقفوا البكي يعني أنا ما أدري هذا الكلام منطقي أو لا أنا سأعرض عليكم الفيديو هناك شك في عملية القطع لماذا حصل قطع في وسط البكاء هناك قطع للتصوير هل أن سيد أحمد الصافي بقي يبكي طويلا مثلا بحيث أن الذين أخرجوا الفيديو وجدوا الكلام ليس منطقيا فقطعوا البكاء أم أن شيئا آخر قد حدث لا أدري هناك عملية قطع في التصوير في الشريط والقضية الأخرى لاحظوا البكاء وكأن زرا يداس فيبدع البكاء وزرا يداس فينقطع البكاء والموضوع أساسا لا يحتاج إلى بكاء رجاء أن أعرضوا لنا الفيديو طبعا يعلم الأخوة أن الفريق التخدير زائد الاختصاص في الجراحة اكتفوا بالبنج الموضعي أو المناطقي فكان سماحته في أتم وعيه بحيث لم يكن هناك تخدير عام ولذلك ما قبل العملية وأثناء العملية وما بعد العملية كان السيد عادة يعني يتكلم و مع الفريق ومع الأخوة الذين يعني كانوا بخدمته الشيء الذي أبينه الآن بخدمتكم للتاريخ أن سماحته لم يدع لنفسه قط وحقيقة هذه مسألة قد الإنسان الشاهد أما سماحته ولم يدع لنفسه قط مع هذا العمر الكبير يعني لم يقل اللهم عافني اللهم اشفني وإنما كان يدع للعراق يعني ما قبل العملية وأثناء العملية وما بعد العملية كل دعاءه لسانه كان يلهج بحفظ العراق والعراقين وأعتقد هذه رسالة واضحة العراق وأهل العراق أن يشكروا الله تبارك وتعالى على نعمة سماحة السيد وأنا كنت بخدمته واقعا وقلت أن وجودك الكريم هو مظهر من مظاهر رحمة الله تبارك وتعالى علينا كشعب عراقي ندين يعني لكم يا سيدنا بكل يعني ما لدينا من حقوق ونسأل الله تعالى أن يرين العراق آمنا مطمئنا زاخرين وتنعم يا سيدنا بأن ترى هذا البلد وهو وأنت تجني ثمار هذه النصائح وهذه الإرشادات خلال هذه الفترة الطويلة أدام الله ظل سيدنا علينا جميعا وحفظ الله العراق وأهله والحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وعلى آله الطيبين الطهرين والسلام عليكم ورحمة الله فهمتم فهمتم شيئا من قوله من أننا ندين لسيد السستاني بكل ما نملك من حقوق ما المراد من هذا الكلام فهمتم له معنى هل لي هذا الكلام من دلالة أنا في الحقيقة ما فهمت شيئا من كلامه من أننا ندين لسيد السستاني بكل ما لدينا من حقوق ما المراد من هذا الكلام على أي حال ليس مهما هو يتحدث عن أن السيد السستاني يدعو للعراق دائما يعني شو نحن نشوف العراق من طيحة حاض إلى طيحة حاض أخرى لحد وين هذا الدعاء لو الدعاء ما بي خير له أن السيد ما يدعو وحده منه ما أمامكم الواقع العراق من طيحة حاض إلى طيحة حاض أخرى ونحن لا نريد من السيد السستاني دعاء نريد من السيد السستاني أن لا يعين لنا وكلاء ومعتمدين سرسرية وصاقطين ولا يعين لنا رؤساء وزراء لصوص حرامية وفازدي هذا هو الذي نريده من السيد السستاني نحن لا نريد من السيد السستاني أن يدعو لنا وماذا نفعل بدعائه وماذا رأينا من دعائه العراق من 2003 إلى الآن منذ أن صار السستاني حاكما حقيقيا للعراق العراق من طاحت حظ إلى طاحتها هذا هو الواقع أو لا قولوا لي غير ذلك وإذا كان هناك من هامش حرية فهذا بسبب الأمريكان لا بسبب غيره لا بسبب السستاني ولا غير السستاني الأمريكان أسقطوا صدام ووضعوا نظاما هذا النظام فيه مساحة واسعة للحرية ومع ذلك المرجعية والأحزاب الدينية ضيقوا تلك المساحة لكن بقي هناك هامش فهذا الهامش هو من آثار الأمريكان لا من آثار السستاني ولا من آثار حكومة السستاني في المنطقة الخضراء فأين هو دعاء السستاني وعين آثاره من وجهة نظري هذا أيضا مصداق من مصاديق الضحك على الذقون وإلا يعني أحمد الصافي مباشرة بكى ومباشرة انقطع عن البكاء لو كان هذا البكاء حقيقيا لأثر في أحد من الأطباء لشاركه البكاء هذه لعبة من لعب المعممين ومن خلال معرفتي بأجواء العمائم فأنا جزء منهم هذه عملية البكاء يستعملونها كثيرا إذا ما ضاقت بهم السبل في بعض الأحيان في موضوع من الموضوعات كي يخدعوا الناس يلجأون إلى البكاء وقطعا هذا البكاء سيكون بكاءا شيطانيا ترجمة نانسي قنقر